اشتركوا في القناة واحد واربعين السؤال الاول النهاردة عندنا في الفيديو بيقول لي يقول احد النقادي ان جيل الكتاب الذي ظهر في اعقاب يعني بعد ثورة 1952 كانت خطواته الاولى قد ظهرت قبل قيام الثورة في مرحلة الاربعينيات حيث ساعده المناخ المسرحية الذي جاءت به الثورة على الظهور والانتشار مرت المسرحية العربية بعد ثورة 52 بعدة اطوار اي مراحلة منها هل هو ظهور المسرحية الشعرية طبعا المسرحية الشعرية ظهرت على يد احمد شوقي والكلام ده كان سنة 1893 ده من بدري اوي عن 52 تغير مفهوم الوحدة المسرحية لا برضو ظهور مسرحيات تنقض المجتمع قبل الثورة ولا تراجع الاقبال على المسرحيات لا طبعا ظهور مسرحيات تنقض المجتمع قبل الثورة مثل الايد الناعمة والمزيفون وغيرها يقول شوقي ناجيت من اهوى وناجاني بها بين الرياضي وبين ماء سويسرا سويسرا البلد الاوروبية المعروف حيث الجبال صغارها وكبارها من كل ابيض في الفضاء واخضر تخذ الغمام بها بيوتا فانجلت الغمام اللي السحب يعني مشبوبة اي مختلطة الاجرامي شائبة الظراء اي المرتفعات قدرة احمد شوقي على تطوير القصيدة العربية بعد البارودي راجع الى موهبته كونه امير للشهراء جمعه بين الثقافة العربية والاوروبية تأثره ببداية ظهور الرومانسية طبعا مفتاح الاجابة عندي هنا اللي هو سويسرا اي انه زار سويسرا وهذا دليل على انه كان عنده جمع بين ثقافته العربية وثقافة اخرى اوروبية يبقى الاجابة جيم يقول امل ضنقل الشاعر المعروف ومن اقاس الجنوب اتى عاملا للبناء كان يصعد سقالة ويغني لهذا الفضاء كنت اجلس خارج مقهى قريب حظى شكل القصيدة الواقعية ومضمونها بالكثير من عناصر التجديد حدد في ضوء فهمك للأسطر السابقة عنصرا من هذه العناصر هل هو استخدام اللغة الحية اللجوء الى الطبيعة طبعا اللجوء الى الطبيعة ده الرومانتكيين حفاظ على اللغة المعجمية الكلاسيكية ده طبعا الاحياء والبعث واحدث الوزن القفية وطبعا باين ان ما فيهاش وزنه قفية يبقى اذا هو استخدام اللغة الحية خروبا من اللغة المعجمية الكلاسيكية عند بعد كده يقول احد النقاد بذلت محاولات كثيرة لتصنيف موضوعات القصة وهي محاولات كلها عابثة اذا فمن الافضل ان نلحظ كيف تعكس القصة في كل عصر اهتماماته المختلفة اي وسيلة فنية يطبق القاص اي كاتب القصص عشان ليجذب القارئ للقصة القصيرة هل هو التعبير الموجز دون اسهاب تقديم فكرتها بصورة تقريرية مباشرة طبعا لا تتقديم الفكرة بصورة تقريرية مباشرة بيعزف عن القارئ اي يبتعد وينفر ولا تكسيد رسالتها في حكاية قصية تحكي الواقع ولا عرض مغزاها باسلوب خبر تقريري طبعا لا اللي بيجذب القارئ للقصة هو انها تحكى او تجسد في قالب قصصي يبقى لجابة جيم بعد جده الشباب خمسة واربعين يقول شوقي في دار العلوم طبعا هي كلية دار العلوم الكل العظيمة فبيقول نادي دار العلوم ان شئت يا عائش او شئت ناديها يا سكينة طبعا عائش اسم فتاة وسكينة اسم فتاة برضو طبعا ده يجوز ترخيم اللي هو حسف التاء المربوطة من المنادة اذا كان آخر تأنيس زي فاطمة فنقول يا فاطم قل لها يا ابنة المباركة ايهن قد جرتك اسمه امورك يمنى اي بركة هو في المهرجان حي شهيد يجد لي عرص فضله كيف اجنى طيب من المأخذ اي الانتقادات التي اخذها الديوانيون على الاحيائين اي الكلاسيكيين هل هو يشيع في شعرهم الحديث عن النهاية والموت ولا استخدام اللي هو الحياة القريبة من الناس ولا الاهتمام الزائد بشعر المناسبات والمحافل ولا انهم مال أسلوبهم الى السهولة بسبب ارتباطهم بالصحافة طبعا الديوانيين اخذوا على الاحيائين انهم كانوا يكتبون اشعر المناسبات والمحافل كل دار العلوم وهي وافتتاحها ده من المناسبات يقول يا ابو ماضي ما لي انوحوا على البلاد كأنما في كل ارض لي اخ او منزلو يا لي تكفا اضرمت هذا هذه الوغة يبست اناملها وشل المفصل تتحول الافلاك وعند ورانها والشر في الانسان لا يتحول اضرمت اشعالات والوغة الى الحرب وعندي مال شعراء المهاجر الى الرمز الشعر المتح الحفاظ على القديم اي او الناس طبعا هم مالوا يا شباب الى الرمز تمام لكنهم مالوش للمتح ولا حفظه على القديم يمكن مدرسة العصبة الاندلوسية اللي هي في البداية حولت الربط بين القديم والحديث تمام يا جماعة وكتاب النسرية كان برضو في حظ الودباء الشمال اللي منهم الياب الماضي تمام انما هنا طبعا الرموز هي الاجابة الصحيحة طيب هنا بيقول لي يقول احد النقاد اذا كانت المسرحية قد فقدت ما كان في القصة من وصف وتصوير فانها قد احتفظت بما يتميز بما يتميز به المؤلف من خفة وشعبية جميلة في الحوار ومن قدرة على رسم الشخصيات وتحديد ابعادها وتميز قسماتها النفسية والاخلاق الحوار في المسرحية هو طبعا دي تحفظها الحوار هو المظهر الحسي للمسرحية تمام يا جماعة دي السوابت يا جماعة عندي بعد كده من رواية عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم اني اتخيل اني اتخيل نفسي الان في ميدان المسجد بحي السيدة زينب واتخيل هذه النفورة ذلك السبيل من وفزي ذات القطبان النحاسية كفة تخيلها تعالى لقد سكن المطر الى اين استخلص من خلال قراءتك الرواية او الجزء ده اي المجالات لهذه الرواية طبعا العصفور من الشرق زي القصة المقررة عليها اللي هي قصة الايام واحدة من قصص السيرة الذاتية او التراجم او السيرة الذاتية يعني اللي بيكتبها الكاتب عن نفسه فالعصفور اللي من الشرق هو توفيق الحكيم نفسه مؤلف القص يبه هي رواية تجربة شخصية بتصور وقعنا عشاء الكاتب وتحدث عنه ودي كانت في الفترة اللي هو سافر فيها خارج مصر بعد جدع شباب رقم تسعة واربعين تقول سلم الخضراء الجيوسي نحن جزنا الحدود الى عالم لا ينام به العاشقون وعبرنا السياجات من نبعنا الحالم حيث كان هوانا الرضا والسكون ودخلنا الى منبع النار ماتت براءة احلامنا تكوين الموسيقى القصيدة عند شعراء الواقعية يعتمد على وحدة وزن قافية تنوع عوزان تفعيل دون ارتباط بكم من محدد لعددها وحدة الوزن وتعدد القافي طبعا التكوين الموسيقي للقصيدة بيتعدد فيه او بيتكون من تفعيل بتتعدد دون ارتباط بكم محدد لعددها ده الاجابة به وده تحفظ يا جماعة يقول احد النقاط ارواية هي الجنس الادبي الاقدر على التقاط الانغام المتباعدة المتنافرة المركبة المتغيرة الخواص لايقاع عصرنا ورز التحولات المتسارعة في الواقع الراهم امتازت لغة فن الرواية بطابع خاص وهو هل الفاظها من التراث ولا غلبة الطابع الديني ولا من قبيل ما يتخاطب بالناس في حياتهم ولا فصحتها طبعا الرواية اصبحت تحاكي الواقع المعيش ففي الالفاظ اصبحت من قبيل ما يتخاطب به الناس في حياتهم اليومية 51 قال الشارع عبد المحسن الكاظمي يا حبذ وطن اعاد الفضل في الدنيا وابدا يا حبذ وطن يغني باسمه ابدا ويحدى يحدى يعني الحادي هو الذي يغني للقافلة يظهر بالبيتين السببب من الاسباب التي دفع التلاميذ البرودي الى التجديد وهو انفتع الثقافة الغربية نضال وطني بتراجع منزلة الشعراء ظهور مخترعات طبعا ولا واحدة من دول غير نضال الوطن رجل بتكلم عن الوطن واضحة جدا انها نضال وطني قال مطران وما زال ذو القلب الخلي من الهوى كضمآن لا يروى له مورد ضماء هو الضهر كالتيار يكتسح الورى بليل من الاحداث اعكر اهيما طبعا القلب الخلي من الهوى اللي هو الفارغ من الحب ضمآن لا يروى له مورد ضماء المورد اللي هو منبع الماء هو الضهر كالتيار يكتسح الورى اللي هو الخلق او الناس بليل من الاحداث اعكر يعني مظلم اهيام يعني بلا نجوم استنتج ما يمثله البيتان من ملامح الشعر على يد الوجدانيين هل انطلاق الصورة من الوجدان ولا عدم الالتزام الوحدة الوزن والقفية الخروج من اصر الانماط الشعرية الانصراف عن نفس وما يشغلها طبعا هنا الشاعر بيقول لنا انه ما زال القلب كزماء الله يروى والظهر دوت هو اللي بيكتسح الناس يبقى مش وزنه قفية والحجل الوزنه القفية سبتين ولا انصراف عن نفس وما يشغلها تمام كده ولكن هو انطلاق الصورة من الوجدان لان انصراف عن نفس وما يشغلها داعيب عند الاحيائيين تمام يبقى الانطلاق الصورة من الوجدان اي من المشاعر بعد كده يا جماعة رقم 53 قال حافظ في متح الفاروق او ما تسمى بالقصيدة العمرية حزب القوافي وحزبي حين القيها اني الى ساحة الفاروق اهديها لا هم لا هم هب ل هب لي بيانا استعين به على قضاء حقوق النام قاضيها استنتج من خلال البيتين ما حدث من تطوير اتجاهات الشهر العربي على يدي الاحيائين طبعا الاتجاه بالشهر وجهة اسلامية على تمرض على قوالب الشهر ما تمرضوش على قوالب الشهر ولا حاجة ولا تطلعوا المصل الانسانية العليا ده الاتجاه الوجداني ولا هنا في بدء قصيدة بالغزل فهو الاتجاه بالشهر وجهة اسلامية اه انا معاك الندال الاحمد شوئي لكن هي مدرسة واحدة جماعة بتتشابه ايضا فيها السمات يقول عبدالقادر المزني قد افعل الشيء لا ابغي به املا ولا ابال الورى ماذا يقولون همي ضميري فان ارضيته فعلى رأي العباد سلام المستخفين رضاهم من عدم انما يفعل ما يمليه ويرضيه ضميري سنتج مما سبق خصيصة من خصائص مدرسة الديوان هل هو وضوح الجانب الفكري في شعرهم التعبير عن المناسبات والاوضاع الاجتماعية تطوير النماذج البيانية القديمة استخدام الفاظ التراث طبعا به وجيم ودال واضحين جدا خطأهم ولكن هو وضوح الجانب الفكري في شعرهم يقول احمد محرم املأ الارض يا محمد نور واغمر الناس حكمة والظهور طبعا ده جزء من الاليازة الاسلامية او ديوان مجد الاسلام او ما يسمى بتطويع الشعر العربي للقصص التاريخ الحماسي احمد محر يقول محمود حسن اسماعيل اهن على سر كالرهيب وموجه ختائه الغريب يا نيل يا ساحر الغيوب يا واهب الخلد للزمان من البيتين السابقين يظهر ولوع اي حب حبا شديدا شعراء مدرسة ابو اللوبي مظاهر الحضارة الغربية تكسيد الالام طبيعة وجمالها الموسيقى طبعا واضح جدا بكلم النيل يبقى طبيعة وجمالها ومناجتها الاجابة رقم باء بعد جدا يا شباب 57 يقول العقاد كانت الامال تحملني فاراني اليوم احملها ان احلاما تعللني غير احلام اعللها اذكر سببها ماذا يمثله البيتين من اهتمام الديوانيين بشعرهم هو تعبير عن ثقافة غربية جانب فكري وعقلاني مهاجمة شعراء المدارس الشعرية الاخرى المبالغة في اظهار مشاعرهم طبعا هنا التعبير عن ثقافة الغربية لا طبعا هو جانب فكري وعقلاني الرجل يتكلم على الاحلام الاحلام هنا العقول يا جماعة مش الاحلام ما يرى النائم قال علي محمود طه موكب الغيدي وعيد الكرنفال وصورة الجندول في عرض القنال طبعا علي محمود طه احد شعراء مدرسة ابولو فبيقول استنتج مع طرأ اي تختلف من تغيير في الشعر على ايدي شعراء مدرسة ابولو هل اكسب الفاظ التراث دلالات جديدة ظهور شعر التفعيل استخدام الكلمات الاجنبية شيوع التشاوم طبعا دي يا جماعة من الحاجات السابت عندي كلمة كرنفال اي الاحتفال وهي كلمة اجنبية يبقى استخدام الكلمات الاجنبية عندي بعد كده يا شباب 59 يقول حافظ ابراهيم لكن عيدك يا عباس لكن عيدك يا عباس وانتقني كالبدر اطلق صوت البلبل الطربي عيد الجلوس جلوس على العرش يعني ولده عباس حلم الثاني لقد ذكرت امته يوما تأبه تأبى في الايام والحقبي لازمنا استنتج من البيتين السابقين مأخذا من مآخذ الديوانيين على الاحيائيين بين طبعا عباس اللي هو الخليف او الخديوي اللي كان موجود عباس حلمي يبقى اهتمام بشعر مناسبات ومتح وغيره يقول الهمشري قد طاب لي مقيلي في سهلك الجميل في ظلك الظليل يا شجرة النخيل قامتك الهيفاء ثمارك الحمراء عروسة الصحراء يا كعبة الرجاء تشير البيت الى سمة من سمات شعراء ابولو وهي طبعا واضحة جدا يا جماعة تعدد القواف يا بصم اتنين لامة هم مقيلي واتنين همزة هم ففي تعدد قواف في القصيدة الواحدة بعد جدا شباب رقم واحد وستين يقول العقاد قالوا الحياة قالوا الحياة قشور اه او قالوا الحياة قشور قلنا فاين الصميم قالوا شقاء فقلنا نعم فاين النعيم ان الحياة حياة ففارق او اقيم يتضح مما سبق ما اتجاه اليه شعراء ديوان في الشعرام وهو تقاد ثقافة غربية تصوير كفاح وطني تأمل في الكون يتعمق في اسرار الوجود تطلع للمسل العليا طبعا بتكلم عن الحياة والناس بتقول عنها ايه يبقى بيتأمل في الكون ويتعمق في الاسرار بتاعة الحياة والوجود ما اللي بينتقد ثقافة ولا فيها كفاح وطني طبعا ولا فيه موسل العليا يقول صلاة عبدالصبور احد شعراء الواقعية يبدو كالغارق في النوم عيناه دنسكواني على صدري فحان الجزع المجهود وحدق في الطربي يفتش فيه موطئه قدميه عن قبره من خلال السطور السابقة سمى من سمات شعراء او شعر الواقعية اللغة الكلاسيكية استخدام الرمز كثرة الحديث عن الموت التعبير عن متناقضات الحياة طبعا طربه قبر يبقى داء كثرة حديث عن الموت يقول ابو القاسم الشابي لا ينهض الشعب الا حين يدفع عزم الحياة اذا ما استيقظت فيه اهتضح في البيت السابق ملمحة من ملامح مدرسة ابولو تشبههم بروح الثورة التحررية الميلي الى شعر المناسبات سيطرت روح التشاؤم التحليق في افاق الخيال طبعا الراجل بتكلم ان الشعب هينهض اذا كان عنده عزم يبقى الثورة التحررية وخاصة بعد الثورة 19 اخر سؤال عندنا يا شباب في فيديو النهاردة يقول شوقي وطني لو شغلته بالخل دي يعني الجنة عنه نازعتني اليه ايشتقت في الخلد نفسي ميز من خلال البيت الشعري عاملا من العوامل التي هيات لشوق تطوير شعر مدرسي لحيائيين هلل اطلاع الثقافة الغربية قراءته مظاهر التجديد في الشعر الفرنسي تأثرو بالحركة الوطنية ثقافة التركية طبعا بيتكلم عن الوطن يبقى تأثرو بالحركة الوطنية بكده يا جماعا انت النهاردة ان شاء الله من الفيديو بتاعنا يارب كنا لاعجابكم بمنشاء الله مكملين في فيديوهات قادمة تابعوني ولكم الشكر واسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته